السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طلب الصفاء الثاني الاعدادية هنأخذ مع بعض سيرتين ان انترستين تريب رحلة ممتعة فنشوف مع بعض ايه الكلمات المهمة ويركز مع بعض في الفيديو تلاقي ان في جزئية الجرامر المهمة جدا وجيدة عليكم وان شاء الله تبقى سهلة تريب يعني رحلة قصيرة ديزارت سحراء بافلو اللي هو الجاموس جايد ساند دينس كسبان الرمل عندي كمان بعض الكلمات زي كلمة اللي هي فصول فصول السنة عندنا كمان الكلمات ليا الابزت عندي سيرتين وانسيرتين عندي كومفورتابل وانكومفورتابل بنسمع طبعا المقاطع كوم لجاة حرف الام وبعدين فورت لجاة تي وبعدين قابل اي لجاة ال اي نيجي كمان معانا انترستينج وهي عكسها فورينج عندي بيوتفل وعندي بعضها عكسها أجلي بنشوف مع بعض عندي هنا حرف الجر اللي هو بطول يبدو ممتعا يشبه خدناها في ساتة قبل كده عندنا كمان الحروف اللي فيها زي رحلة لقبيلة بطول طويل سحراء حلوة كسبة رمرية كلماته الحان يعني مكونات عندي يعني محتويات عندي يعني مرشد كمان معانا في جزئية بنفرق ما بين يعني ايه اللي هي رحلة قصيرة ودي اللي تتمتع بيها جورني اللي هي رحلة بس مسافتها طويلة وفيها سفر دي رحلة جوية بالطيار هو ياج رحلة بحرية كمان معانا الفرق بين كافرد إن وكافرد ويز كافرد إن يعني شيء متغطي بشيء ما قدرش أفصله من أصل الشيء ده زي ما قول طيب لكن ما قول مغطى بالشيء بيبقى مغطى بشيء ويمكن فصله ليس من أصل الشيء يعني كريم كان مغطي نفسه ببطنية فالبطنية دي ليست جزء من كريم فممكن أقدر أفصلها عنه لو تفتكروا معايا ما كنا بنتناول مع بعض القصة كان فيه ساعات يجي على امتين تنصيص فكنت أقول لكم يبقى ده كلام خارج منه هو شخصيا أو من الشخصية الكاركتر اللي احنا بنتكلم عنها دي طيب هنا بنتكلم على نفس الموضوع ده في جزئية الاستراكشر أو الجرامر أو القواعد اللي هي ما يتكلم على حاجة اسمها كلام غير المباشر كلام المنقول طيب يعني ماما مثلا قالت لك في البيت أو قالت لك روح قول لأخوك يقوم مثلا يعمل أي حاجة فانت هتروح تقول لأخوك ايه ده ماما قالت اعمل كذا كذا ده بالضبط اللي احنا عايزين ناخده النهاردة في الريبورتد اسبيش اللي هو الكلام غير المباشر أو الكلام المنقول حد قالهولك وانت بتقوله أو انت سمعته وانت بتقوله تعالوا نتكلم مع بعض عنه بالتفصيل علشان يتفهم بالسهولة بس انتباهكم في الحتة كده عشان تبقوا فاهمين ايه هو الانديريكت اسبيش ده اول حاجة انا عندي الانديريكت اسبيش اللي هو الكلام غير المباشر ده ده بيبقى عبارة عن ايه بيبقى لا ايه ما يجي دي شكله جملة خبرية ودي اللي عندنا السنادي او في الترمي ده عندنا جملة استفهمية عندنا جملة امرية عندنا جملة طلب عندنا جملة تعجب اللي انا هاخده بس معانا هو الجملة الخبرية اللي هو الاستثمت طيب تعالوا نشوف كده الجملة الخبرية اللي احنا مركزين عليها في المنهج السنة دي الحاجات المهمة اللي فيها ايه قال لي بتبقى سد كما هي ولكن سده بتحول الى طول الحاجات دي مهمة بس احنا مش فاهمين حاجة مصر طب استنوا كده هنقول الكلام ده النقاط المهمة دي بس في الاخر تعالوا كده معايا الاول اول حاجة بيحصل تغير لزمن الجملة باول حاجة بحيث بعمل تغير في زمن الجملة الافعال المقدمة لا اما اسق لا اما تل لا اما ساي تمام؟ لو هي جات لي في الماضي بيكون الفعل في الجملة في زمن الماضي علي سد اديف جاية في زمن الماضي وبعدين علامتين تنصيص ايه كما وبعدين علامتين تنصيص وبعدين الكلام جايلي في زمن المضارع طيب انا لما هجي ده ده المباشر طبعا ما عمله بقى ان ديركت الجار مباشر هيبقى ايه؟ علي سد منا نيو زات من طيب ساعات بحط علامتين تنصيص دول اشيلهم وحط بدلهم في المة زات يبقى علي سد زات منا نيو زات من هي بتعرف هذا الرجل او عرفت هذا الرجل تمام؟ طيب قال ايه؟ هما هاد سين اتو يبقى زي هاد سين اتو طب تعالوا كده نشوف الموضوع ايه؟ ده احنا كانت وي بقت زي طيب تعالوا نشوف ده ايه دي كده؟ عندي وي ضمير فاعل بيتحول لزاي وقص بتتحول لزم عندي كمان ان ما يبقى في زمن مضارع بيتحول لماضي ولما يكون ماضي بيتحول لماضي تم طب تعالوا نشوف دي بالتفصيل انا جايا لهو ازاي جاي لي الفعل في زمن المضارع البسيط حكتبه في في زمن ماضي بسيط بدل بلاي او بلايز مع طبير الفعل المفرد بلايز هتبقى بلايد سواء مع دا أو مع الجامعة والمفرد طيب عندي ام واز ور زاد الفعل في اي اني جيد في زمن المضارع المستمر هيبقى واز والوّير زاد الفعل في اي اني جيد ماضي مستمر طيب هاو avoir تصريف الثالث للفعل لزمن مدرع التام هيبقى ماضي تام طب المستقبل البسيط هيبقى برضو زمن مستقبل بسيط بس هيتحول بس ويل بدل الام واس وار زائد معداد زائد الفعل في المصدر طب ويل وكان وشال ومي ومسط زائد الفعل في المصدر هيبقى بدلهم وود وكود بدل ويل وير الماضي منها كان شال شد may might must هيبقى الماضي منها زائد الماثر طيب تعالوا بقى نكمل مع بعض كده كمان برضو مهم قال لي علامات زمنية العلامات الزمنية دي بتحول here هنا تبقى there this هذا تبقى that these هتبقى those next week هتبقى following week ago before now هحولها على طول تبقى then today that day yesterday the day before last week the week before tomorrow the next day طيب تعالوا نشوف كمان في ايه معانا هنا انا اول حاجة ان said هتبقى زمهية لكن said to بحولها told طيب الاقواص بشيلها وبحط بدل الاقواص ايه ذات طيب الضماير بحولها حسب المتكلم والمخاطب بحول الافعال كل مضرع اللي ماضي وكل ماضي الماضي التام احنا قلناها من شوية طيب في حالة وجود جملتين بربط باستخدام ايه and that ايه كمان معانا معانا ان الافعال النقصة في حالة الماضي تبقى تبقى كما هي ايه الافعال النقصة اللي احنا قلناها من شوية مع بعض اللي هي ود وشد وكد اللي هي مثلا ده الماضي منها طب هي لما تي كان تبقى كود شال تبقى شد وهكذا طب قعدة اف الحالة الاولى منها اللي مقررة عليكم السنة دي هتبقى نحولها للحالة التانية والحالة التانية والتالت هتبقى كما هي لكن هتحول للضماية لاتمخدتوش انتو الحالة التانية والتالتة دي طيب ازا قتت العلامات الزمنية خارج الاقواص تبقى تبقى زماهية مش هغيرها اللي بقى الاقواص هو ده اللي بغيره بس وقلنا العلامات اللي بنحولها ازاي جزئية معانا مهمة في جزئية دي ان انا بستخدم ازا كان الشخص المتحدث له غير موجود يبقى الشخص ان انا بتحدث بتحدث له مش موجود طيب ومالا بستخدم تل وتولد امتا ازا كان الشخص المتحدث له اسمه موجود زي ايه بقول علي سد ذات علي قال الكلام ده طيب ومال علي تولد تو منع ذات يبقى انا بتحدث لشخص فقلت تولد تو لكن لما بتحدث وما قلتش للشخص ده اسمه ايه ولا هو مين فبقول سد على تولد ايه ذات بكده خلصنا مع بعض الانديريك سبيتش الكلام المباشر والغير مباشر وعرفناهم بالجملة الخراسة جيم بتاعت الاكزامز بتاعت الامتحانات تعالوا كده نشوف امتحان على الوحدة الترتاشر بناخد هنا جزئية الخاصة اللي احنا قلناها زي تشار سد زات زا اكزام نقط ابيت ديفيكلت سد اذا زمن ماضي بقى على طول هاختار ايه ووز طيب اي سد زات ات نقط زا دي بفور ات ايه هاد ريند برضو اختار الماضي طيب سلما طولد هالا اذا طولد هالا عشان انا موجودة عندي انا بتكلم لمين سلما طولد هالا زات شوونتد تو شو نقط افودو هتورلها صور يبقى فين تورلها هير شو هير تعرض لها او تورلها طيب ايمن سمايلد اند سد زات هي ازهابي يبقى سد بقى ده ماضي يبقى هقوله على طول ووز طيب نيجي لنمبر سري نوها سيد زات سبورت ووز تنس يبقى ايه بقوله انها قالت ان هويتها المفضلة ووز تنس بتكون التنس يبقى هقول ايه بدل ماي بدل ماقول بتاعتي هقول هير فاورت سبورت ووز تنس اتمنى يا رب يكون الفيديو وصل لكم المعلومة بشكل سلس تنسوش لايك للفيديو في امان اللهم